السلام عليكم و مرحبا بكم في حلقة جديدة مالح و حلو في هذه الحلقة سلو بطريقة تقليدية الاصلية التي تعجبني انا العام الذي يجبني سلو بطريقة ترمو ميكس بطريقة ترمو ميكس بطريقة ترمو ميكس هذه تقدروا تديروها مع اي فارين كيلي ما كيبغيش يدير الفارين بلونش كيلي كيبغي دير الافوان كيبغي دير الشعير المهمة ديرو سيت باس بارتو تديروها مع اي فارين بغيتي وتبدلو الفارين اه بشكل اللي بغيتي اول حاجة كناخد عندي هنايا نسكيلو ديال اللوز كنديرو في طبصل اللي تدخل فاران وتنديرو شوية ديالترمية وتنطيبو المدات ديال ثلاثين دقيقة ولا اكتر ولا اقل كل واحد الفارين ديالو الى ميو ستين درجة والفاران يكون بارد من اللي ندخلو اللوز كنبقا ونحركو في الفاران مزيان نوبا نوبا حتى كيخرج النام ذهب بحال هكتر نجيب طحانة طحانة انا كنقول طحانة ماشي لابودة عندكم الترمو ميكس اللي ما عندكم مش بلاش المهم طحانة وصفتها عندو تخوارك كاتخدم مزيان كندير مية وخمسين جرام ديالوز مية وخمسين جرام ديال زنجلان حتى كي تلقوا الزيت ديالهم حتى كي ولي ولي بحال بخالينة هنا يا بنسبة للترمو ميكس اللي عندو الترمو ميكس كي نوحد لوبسين ووحدة اخرى باش تكي زنجلان كي يزيد يطلق لي الزيت مزيان كنديرلو اه ثلاثة ديال دقايق من بعد ما كنطحنو كيتدعق تنديرلو ثلاثة ديال دقايق وتنديرلو خمسين دراجة باش كي يصخن ان كلما يصخن كلما يطلق الزيت ديالو وتنديرلو السرعة ثلاثة حتى كي ولي بخالينة هنا يا انتم مازلتوا لا زيت لتحاجة هو اطلق الماكسيموم ديال الزيت ديالو جهدوا كله هذا باش كان قطاصت شوية على الزبدة اللي غاندير باش ما كنديك كمية كتير عندي هنا مئتين جرام ديال ديال سانيدا انا بالنسبة لي لي سانيدا ردرتها قليلا تقدروا تكترون انتم شوية مئتين جرام تحنتها بسرعة عشر عشر ديال التواني وزيتها على دك البخاليني عندي خمسمائة جرام ديال الدقيق الابيض اللي حمرتها في الفران ترجع تلون ديالها دهابي انا قلت لكم كنديوه بطريقة تقليدية عندي سلو عزيز بزاف اللي كان كيعجبني كان اكله بطريقة تقليدية نوباف العام كنظن بانه ماشي موضرق نهائي كان نضيفه حتى هو وكان نعجن كل شي في العجانة بلوبسيون ديال العجانة حتى دك الطحين كي شرب لي دك البخالين ديال اللوز والزن شلان ودك السكر كيتخلط دبع ديالة باز ديال سلو ديالي عاد كنبدأ عاد كنجيب اللوز دراست كمن ثمن ثلاث مضافة يوان بزاف بل صغير عجب جمع الهرمش ركلا 2 صغير بعجبي النبط 30 ركي هو كيتمضغ يبقى كبير الحجم دياله باين في سلو كنضيفوه على دك الطحين ونفس الشيء كنديوه مع الزنجلان كندير 300 جرام ديال الزنجلان وحتى هي كنتحنها خشينة كندير 300 جرام ديال التواني بسرعة 6 جرام لان الزنجلان كاي بغي تطحين هذه هي كي يجبني هكا اخشين يبقى باين كيتهرسي باش يتلقى دك المضاق دياله في قلبه مع الطحين نخلط كل شيء مع بعضه وكني بدأ نضيف عندي هنا يا جوج ديال المعالك الكبار بومبي عامرين مزيان بالقرفة وعندي معلقة كبيرة عامره ديال النافع مطحون معلقة كبيرة عامره ديال النافع مطحون معلقة عامره نرزت من بعد وحت شوية ديال النافع وعندي واحد المعالقة صغيرة ديال الملحة ضرورية لان الحلو كيتوتى بزاف مع المالح لان ذاك الملحة رها ضروري يفصل له وكنزيد شوية ديال المسكة الحرة مطحونة مع سكار هنا يا احتاجيت ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة تقدرو تكترو الزبدة تقدرو تقللو بغن وازد ضروري انها تغلي مزيان حتى كي كيزول من هادك الحليب ديالها انتوما في اللول كيكونوا الفقاعات كبارين ديال الزبدة وحنا يا مع المراقبة ما تنخليوش لكانت قونتيتات الزبدة يمكن بعد نوباتكا تفايد على البوضة نبقى واقفين احدها ما نخليوهاش حتى كي تبدل اللون ديالها وشوية كتبدأ بحال الكسرونة كتبدك تتحرق شوية من جناب صافي كتكون هادية هادية لبغنوازي ديالنا واجدة لاباكا ناخد ذاك الزبدة وتنضيفها على هاد المكونات كاملين وتنرم لها بديا بحالي كندير لبات بريزة بحالي ممكن ندخلو الزبدة في الطحان لبات بريزة بحالكا كنا نرمل كل شي في ديا يمكن لكم ديرو الزبدة بزايد وتحطوها حداكم وتزيدو تكترو ولا تنقصو كي بلكم واش داك الطحان شرب الزبدة او لا انا هذه الزبدة هادية راني درتها قليلة واضطريت انني نزيد الزبدة واحدة اخرى انا كنقول لكم لانا سلوكا يبغي شوية ديال القانا وشوية كي يجينا المكونات تكون من سجمين وتحجمك تكون لقليلة ولا كثيرة وتتعركوه الى عندكم العجانة العادية عركوه باللقة او لا بالنسبة لي انا التغمو ميكس كندير ما بين 300 و 400 كرام ديال المكونات وكنعركها دقيقة ونصب السرعة ثلاثة حتى كنت تخلط وكنبقى ندير شوية بشوية ونزيد ندير شوية بشوية وفي التالي كان بقى ندير كل شي كندير جبانة غي صغيرة ما كندير جبانة كبيرة انا نقل لكم علاش كان بقى مستمرة حتى كنكمل الكمية ديالي كاملة وانا كنخلط كندير شوية بشوية وانا كنحرك باش كله تيجي يشارب نفس تكشير يدرنا له كامل كي يجي مفرق عليه كامل في التالي سلو ما يمكن لكمش تحكمو عليه في الساعة ذاك الساعة اللي صوق تيوي سلو ضروري يخصوا يبقى يرتاح عاد باش كنعرفوه واش راهم زيت واش نقصو الزيت واش نقصها الحلاوة حتى ذاك المكونات كي شربو بعضيات ومعد كنضوقوه كنخليوه كيبات نقصو الزيت اللي فيه كي تلقى باش عاد كيبات اللي من بعد واش نزيد الزبدة نقصو الزبدة نقصو الزبدة نقصو الزبدة نقصو الزبدة نقصو الزبدة وتشوف جواجه ووبوسات نقصو الزبدة نقصو الزبدة القديمة اللي كان ديرها انا كل عام ما كان ما كد عيش بنيش نبدلها ودرتها هاد العام تشاركتها معكم. نتمنى حلقة اليوم اتنا اللي اعجاب ديالكم. نتمنى انكم تجربوا طريقتي في سلو تخليوا لي التحليقات ديالكم. اللي جرب هات الطريقة يقول لي كيفاش جاتوا. انتم ما من الداخل شوفوا كيفاش اللوز باين والزنجلن باين. طفل المضغطة في المضغطة تيجي حرش. وتيجي معلك في نفس الوقت ما تيجيش غير ملطوكي لصقف صقف ديال الحلقة ديال الطريقة ديال الدعاق ديال سلو انا ما تتعجبنيش. اولي عجبتكم حلقة اليوم ما تنسوش تخليوا لي جام ورمضان مبارك وبصحة وراحة. ترجمة نانسي قنقر